نعم أقول صباح الخير مشاهدينا الجديد نبدأ بشريط ظاهر أسفل شاشة يحدث الآن فيما يخص تنبيه بهبوب رياح قوية بسرعة تنتصل أو تتعدى 60 كم في ساعة راح تكون مرفوقة بتطير كثيف للريمال ورداء في الرؤية وهذا بداية من الساعة التاسعة أقول من صباحة اليوم لتستمر رياح القوي إن شاء الله إلى غاية الساعة السادسة من صباحة يوم غد الأربعاء الولايات المعنية بالتنبيه من الدرجة الأولى هي كل من ولاية الأغواض ولاية الجلفة كذلك ورقلة البيض إليزي ولاية الوادي غردايا كذلك المغير والنيعة وكذلك ولاية الولاد جلال وتوغرد أخيرا يعني رياح قوية راح ترفع أغلب المناطق الجنوبية وفي هذا الإطار نشوفه مع بعض فيما يخص خارطة توزيع الزوابع الرملية خلال الساعات المقبلة تشير إلى أن هناك دائما يبقى دائما انتشار كثيف للرمال وهذا على أغلب المناطق الجنوبية بالضبط على أقصى الجنوب منطقة الواحد شمال الصحراء يرتقب هذه الرمال إن شاء الله أنها تساعد إلى غاية المناطق الشمالية للبلاد بالضبط إلى المناطق الوسطى وكذلك بعض المناطق الشرقية والغربية للبلاد يرتقب حسب التنبيه وكذلك حسب الخريطة أن الرياح القوية المرفوقة بتطير كثيف للرمال إن شاء الله ستستمر إلى غاية صبيحة يوم غد الأربعاء بحول الله الآن نحن نشوف مع بعض مشاهدنا حالة التقص لصبيحة اليوم نقول لكم تقص نوعا ما هيكون من مشمس إلى غائم جزئيا على الشرق ووسط البلاد بعض الأمطار الخفيفة على فترات أحتعرفها المناطق الغربية بالنسبة للمناطق الجنوبية أجواء مستقرة وصفية تماما فيما يخص درجة لها إن شاء الله لصبيحة نهار اليوم نوعا ما التقص رح يكون بارد إن شاء الله رح نسجو ما بين حوالي درجتين إلى غاية أربع درجة على المناطق الداخلية بالنسبة للمناطق الساحلية رح تراوح ما بين حوالي خمس درجة إلى عشر درجة الجنوب الجزائري إن شاء الله ما بين حداش درجة إلى غاية خمستاش درجة فيما يخص ظهيرة اليوم إن شاء الله نبدوها بالجزائر العاصمة وظهيرة اليوم إن شاء الله تقسم من مشمس إلى غائم جزئيا رح ترفع العاصمة لكن مع تسجيل ثلاثة وعشرين درجة نوعا ما مرتفع عن معدلها الفصل بوهرانا تسعتاش درجة والأمطار إن شاء الله تكون حاضرة بحوالي إن شاء الله يارب تكون أمطار خير قسنطينة أربعة وعشرين درجة وتقسم من مشمس إلى غائم جزئيا بباتنا وواحد وعشرين درجة والأجواء غائمة جزئيا إن شاء الله لظهيرة اليوم بعناب عشرين درجة وتقسم غائم جزئيا أما بولاية سيدب العبات ساعتاش درجة وبعض الأمطار مرتقبة إن شاء الله ظهيرة اليوم نلاحظوا أن غرب البلاد تقصح يكون ممطر بحول الله ببي جاية أربعة وعشرين درجة والأجواء من مشمس إلى غائمة جزئيا بسكيك ده 21 درجة وتقص غائم جزئيا إن شاء الله بعين تيموشين 19 درجة والأمطار رح تكون حاضرة بحولنا إن شاء الله هي عرب تكون أمطار خير ببشار 22 درجة وتقص غائم جزئيا أما بولاية قلمة 24 درجة والأجواء الصافية تماما كذلك بولاية إليزي 31 درجة وتقص مشمس لظاهرة اليوم أما بولاية الأغوات 18 درجة والأجواء رح تكون مشمسة إن شاء الله كذلك بولاية دية 18 درجة وتقص غائم جزئيا إلى مشمس بـ8 في 27 درجة والأجواء مشمسة وأخيرا بولاية التين دوف 24 درجة والأجواء تكون مشمسة بحول الله يعني على العموك تلاحظوا معي الآن مشاهدين وعلى المباشر بعض ولايات الوطن توشير على أن الأجواء ستكون منطرة بحول الله يعني دخول الاثراب الجوي بداية من نهار اليوم إلى غرب البلاد ستكون أجواء ممتنة إن شاء الله إن شاء الله يارب تكون أمطار خير لكن على المناطق الوسطى وشرقية لتقس من مشمس إلى غائم جزئيا أجواء مشمسة على المناطق الجنوبية مع بقاء رياح قوية يعني نأكدون نهار اليوم ميزة التقس لنهار اليوم هي الرياح القوية المرفوقة بتطاير كثيف للريمال ستميز أغلب المناطق الجنوبية ورح تنتقل كذلك إلى غاية المناطق الشاملية للبلاد درجات الحرار القصوى لظاهرة اليوم نوعا ما تقسرح يكون يعني درجة حرارة دائما مرتفعة عن معدلها الفصل خاصة على المناطق الوسطى وكذلك بعض المناطق الشرقية رح يسجون بين 20 حتى 27 درجة على مجمل المناطق الوسطى الشرقية مع دخول الإصراب الجوي للمناطق الهربية رح يعمل على الإنقاس من درجات الحرارة القصوى لظاهرة اليوم لذلك رح نسجل إن شاء الله ما بين 17 إلى غاية 19 درجة والجنوب الجزائري إن شاء الله يعني تبقى دائما درجة الحرارة في المعدل الفصل رح نسجل بحول الله ما بين أقول 25 درجة إلى غاية 33 درجة كأعلى من قياس على مدينة عينقزة وبرج باجي مختار يعني لا بأس رح نشوف أخيرا فيما يخص خلط الضغط الجوي بداية من نهار اليوم ثلاثة إلى غاية يوم الأحد نلاحظوا أن الإضطراب الجوي نوعا ما سيكون من ضعيف إلى معتدل يعني النشاط نلاحظوا يعني لون برتقالي تشيء إلى دخول منخفض هنا نلاحظوا فيه منخفض للزغط الجوي إلى غاية المناطق الشمالية إن شاء الله يعني بداية من يوم الجمعة رح يتمق أكثر فأكثر هذا المنخفض للزغط الجوي إن شاء الله سيبدأنا عن طرح تكون معتبرة محليا مع نهاية الأسبوع يعني اليوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد إن شاء الله يا رب هذه النماذج تثبت وتكون هناك أمطار غزيرة ولما لا ثلوج بحول الله بهذه توقع تصل لطيورقة حوال الطقس لصبيحات اليوم نعود إلى أسامة وسامية لاستكمال بقية الفقرات طبعا شكرا جزيلا حسب على هذه المعلومات المتعلقة بالوضعية الجوية وأحوال الطقس طبعا لنا متابعة في ما يتعلق بالوضعية الجوية خلال ساعاتنا الإخبارية القادمة سامية أكيد ونبشر حسيبة إذن كل الفلاحين أنه رح يكون فيها أمطار بين النسبة إلى نهاية الأسبوع هكذا نعم إن شاء الله سامية إن شاء الله تكون أمطار خير بحول الله ببداية من يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد المقبل شكرا جزيلا لك حسيبة على كل هذه التفاصيل بنسبة لأحوال الجو بنسبة اليوم وأيضا مدار الأسبوع شكرا جزيلا لك